أكد الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في تصريح خاص لمركز الأخبار أكد أن الإقامة الذهبية تعتبر نقلة نوعية في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة ما سينعكس على دعم الاقتصاد الوطني وفقا لتطلعات الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأشار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة إلى أن الإقبال الكبير هو دليل على نجاح مملكة البحرين في استقطاب العديد من المتقاعدين والمستثمرين والموهوبين من مختلف دول العالم واعتبارها من الدول المفضلة لديهم للإقامة الإقامة الذهبية الهدف منها هي استقطاب الكفاءات من المقيمين في البحرين وخارجها بحيث أن تكون البحرين بلد الإقامة لهم ولا شك أن هناك قبال كبير عليها شهدنا ارتفاع كبير في الطلبات فارتفعت من خمسمائة وسبعة وسبعين طلب أمس اليوم وصلنا ستمائة وثمانية طلب وهذا يدل على نجاحها والإقبال الكبير عليها وهي تمكن المقيم المتوسط معاشة فوق الألفين دينار من أن يكفل عائلته ويبقى في البحرين وهي تتجدد كل عشر سنوات ولا شك أن خلق الطمأنينة لهذه الفئة تمكنهم من يخطط حياته أفضل ويستقر في البحرين ويشتري العقار ويكون جزء من هذا الاقتصاد الواعد وكذلك هناك فئة المستثمرين اللي يشترون العقار في حدود 200 ألف دينار يقدر يحصل على هذه الإقامة وكذلك الموهوبين والمتقاعدين خارج البحرين اللي متوسط دخلهم فوق الأربعة ألاف فهذه الفئة طبعا مهمة أن نستقطبها لمملكة البحرين ونستفيد من خبراتهم اللي تسهم في تطوير الاقتصاد البحريني وتشجيع أيضا الناس أن تكون البحرين مقر لهم سواء كان اليوم أو بعد تقاعدهم